في لعيبة تحب تستلم الكرة في رجلها اللي قاعدة تتكلم على كهرابا أو بيرسي لا الهدف التاني لا، على بيرسي تاو في لعيبة تحب تستلم الكرة في رجلها وفي لعيبة ما تحبش تستلم الكرة عليه وفي لعيبة تحب تستلم الكرة في المساحة دي نوعية لعيبة بيرسي تاو عنده الميزة الأولانية وعنده الميزة الثالثة إنه بيحب يستلم الكرة تحت رجله في رجله ويحب يستلم الكرة في المساحة ليه؟ لأن بيرسي تاو لعيب أولايل بدنيا أو جسمه أولايل فلو دخل مثلا عركة مع توجاي حلو على الكثير أو المرياح هيخسرها فالحل إيه؟ الحل إما أنت تلعب هالو في مساحة قدام وياخد عليها 2 متر ويجرى عليها إما تلعبها وراه عشان تبعد خالص عن الحتة بتاع الألعاب الهواي لأن بيرسي تاوي طبعا زيره صح تجين شوف اللي حصل في الجول يلا بين ده محمد هاني استخلص الكورة وعد بص هنا اللي كان اللي عمل محمد هاني كان يا إما ممكن كان بيرسي تاوي يستنى ويستدمها أو أنه هو يطلبها في المساحة هنا خط يدفع تراجي عالي فدي فرصة مناسبة قوي أنه انت تلعبها آه عالي هو بيدغط بشكل عالي أو بيدافع بشكل عالي فهنا هنا لو لعبت الكورة قدام فهنا ما عملتش حاجة لكن أنا ممكن أطلبها في المساحة الكبير قوي اللي ما بين الخط الأول للتراجي وحارس المرمى هل حارس المرمى كان يقدر يطلع في الجامعة دي؟ لا عارفنا في نص الملعب ومحمد هاني عملها بالشكل ده كان ممكن أقول لك أن ممكن حارس المرمى يطلع كبير سويبر ويطلع كورة لكن هي عشان متطرفة فبعيدة على الحارس فهنا أكمل الفريم اللي بعده راحت فين؟ راحت ورا ولكن طبعا بيرسي تاوي سريع برجل أو بيس سرعة سريع خطواته سريعة بس توجاي بطيء صح هو توجاي سريع ممكن في مساحات طويل قوي ولكن في الحاجات الدقيقة مش هيقدر يتعامل مع بيرسي تاوي طبعا كمل بقى في الفريم اللي بعده تعالى بقى احنا بمرة اللي فاتت قلنا ايوه قلنا حاجة مهمة قوي قلنا أن فرقة التراجي في الألعاب الهوائية قوية صح بسبب أن طجاي ومرياح دوار 191 سنتي و190 سنتي فمتعبين صح لكن لو جيت لهم على الأرض أنت هتتعبوا ليه؟ لأن دايما الناس الطويلة قدرتها على التحكم في بدنها ولايلا صح الإشارات يعني الجسم ما بيسمعش الكلام قوي صح أنا أبص بيرسي تاوي فضل محافظ على الكورة محافظ على الكورة كتير قوي تحت رجله وتوجاي ومرياح مش عارفين ياخده أي قرار لدرجة أن بيرسي تاوي عمال يروح عمال يروح أنا أتفرهدت عمال أقول له عمال أقول له أنت مسانية تخطف يا عم مش هيقدر يا عم مش هيقدر بس بيرسي تاوي كان هادي جدا هادي جدا وعاقل جدا بس ده شغل ما يطلعش غير من مدير فني دي تعليمات دي تعليمات إن بيرسي تاوي النهاردة الشغل كله كان عليم طب ممناسبة بيرسي تاوي فاكري حلم ماري فاكري نتكلم فيه الموضوع اللي أثرت يوم ناربع أنت وأثرت كثير من الجدل جدا الكبير يعني على موضوع التطوير اللاعبين ومارسي الكولر ما ترورش اللاعبين وأنت كنت شارح ده ليه بس هما الناس خدوا العنوان وجاري بس بيرسي تاوي أنا كنت لسه بتكلم النهاردة في المقدمة بيرسي تاوي اللي كان بيلعب مع موسيماني اللي هو ده اشتغل معه مش هيدي النسخة بتاعة بيرسي تاوي بيرسي تاوي مع مارسي الكولر أفضل كثيرا من النسخة بتاعة بيرسي تاوي ليه ده حقيقي ده يرجع لكذا ساب السبب الأول لو تلاحظ ان بيرسي تاوي مع مارسي الكولر هو دايما سابت مركز واحد وبيلعب جناعة صحيح يعني ملعبش مثلا بليميكر أو لعب كمهاجم في 3-4-3 أو لعب كمهاجم في 4-2-3-1 جربوا مهاجم في كل الطرق وطبعا المهاجم في أكتر من طريقة بيختلف المهام المطلوبة منه صحيح فده بيحصل يعني خاصة لما يكون لعيف زي ده قدام فرق بتقابل أهلي متأخر قوي فدايما بيدخل في الصراعات بدنية كتير وهو بيرسي تاوي مش عايز كتير بيرسي تاوي اللي مخليه كويس مع مارسي الكولر انه حر حر بمعنى ايه ان الراجل بيحمل ما يحلو له فيه لعيبة كده بتحب الحرية تحبش تأيدها بحاجات معينة ومتحبش ومتحبش تدخل في الصراعات كتير لا أنا فرهودة بيرسي تاوي لعيب ما بيهداش دايما بيتحرق دايما بيتحرق وانت بتعمل بلده هتلاقيه نازل على الدائرة عشان روح شادد ياخد الباك ويخرجه من مكانه هتلاقيه مثلا وكرة عكسية تلوح داخل العمق مثلا عند الزومفورتين كده روح مستني عشان يقلب بليمك دي حاجات بيحبها بيرسي تاوي انه بيحب المساحات وراجل كويس جدا في اكتشاف المساحة فبيرسي تاوي بالبلده كده هو لقى ضلته مع الراجل ده يعني انا كنت بس انا كنت بقول يعني موسيماني هو اللي جاب بيرسي تاوي وانا قلت اصلا ان بيرسي تاوي كان سبب اصيل انه يجي عشان موسيماني موجود يعني كان فيه توقامة بينهم كده من ايام صاندونس وكنت بقول طبعا موسيماني ماشي بيرسي تاوي هيقعد هيمشي هيتعلق هيتعصر نفسيا هيتعصر نفسيا ولكن ان بيرسي تاوي يلعب الموسم ده بالشكل ده في بيرسي في دور ابطال افريقيا لا دي حاجة تحسب لمرسي الكورر الحتة اللي انا قلتلك عليها المورد اللي فاتت في حتا تطوير برضو ان الراجل ده شاطر جدا في استخراج افضل شيء يمتلكوا لها صح